نحن نعيش الأجواء شوية مع عضاء النادي الأهلي وزميلاتنا العزاء مريم سميح من أهل الجزيرة ورزان نصر من أهل مدينة نصر ومنا المنيسي من أهل الشيخ زايد ونبدأ بزميلتنا مريم سميح فضال يا مريم سأل خير عليك يا كابتن أيمن برحب بيك وبرحب طبعا بيضيوفك الكرام الكباتن الكبار نجوم الستوديو التحليلي كابتن شريف عبد المنعم كابتن أحمد بلال كابتن أسام عرابي كابتن عادل عبد الرحمن طبعا يعني من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة استعدادات خاصة جدا لديربي كما أطلق عليه جمهور النادي الأهلي الديربي ما بين الأهلي بطل أفريقيا والهلال السعودي بطل أسيا الحقيقة أن كل الناس متشوقة بدأوا التوافد على مقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة يمكن من الصباح الباكر خاصة النهاردة يوم السبت يا كابتن أيمن يعني يوم بيبقى أجازة لأغلب الناس يمكن بدأوا التوافد فيه تمام الساعة يعني 11 صباحا وكمان سنة 10 زهرا ولسه التوافد يعني بيزيد ساعة بعد ساعة خاصة أن خلاص باقي نصف ساعة على انطلاق المباراة الحقيقة كمان أن الأجواء وموعد المباراة شجع الناس النهارية تكون موجودة زي ما أنت شايف خلفي يعني يمكن يا كابتن أيمن الشاشة العملاقة أو الشاشة الرئيسية في مقر النادي الأهلي بالجزيرة وفي شاشة أخرى طبعا في المبنى الاجتماعي يمكن التوافد عليها كان أكتر بسبب ظروف الشمس هنا في الشاشة الرئيسية ولكن الاستعدادات النادي سواء من الإدارة التنفيذية أو إدارة الخدمات وكمان القائمون على مقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة كان فيه يعني توفير عدد كبير من الكراسي على العكس العادة أو على العكس الأيام العادية طبعا استعدادا للمطش الحقيقة كمان أن يعني شفنا الناس بتتكلم فيه بعض من القلق على النادي الأهلي النهاردة ولكن كلهم ثقة خاصة أن احنا كنا هنا يا كابتن أيمن من سنة تحديدا أو تحديدا في 11 فبراير 2021 احتفلنا بالبرونزية التانية لكأس العامل الأندية للنادي الأهلي وخلصت بها رقلات الترجيح بيأملوا أن يعني يتعاد نفس السيناريو خاصة أنه كان في نفس التوقيت من هذا العام العام الماضي إن شاء الله الأهلي يحققوا نتيجة كويسة وإن شاء الله يعني رجالنا رجال النادي الأهلي يكونوا رفعين راس النادي الأهلي دايما لأن جمهور النادي الأهلي الحقيقة أنه هو حريص جدا النهاردة أنه هو يكون موجود ويتفرج على المباراة خاصة أنه هي ما بين ناديين يعني عربيين كل ده طبعا حماس وكل ده بيرجع له جمهور النادي الأهلي أنه هم عايزين يشوفوا يعني مباراة كبيرة جدا بتجمع ما بين بطل إفريقيا وبطل أسيا يعني يمكن كانت دي كل الأجواء هنا من داخل المقر النادي الأهلي بالجزيرة بشكرة جدا كابتن أامل عودة لك مرة أخرى شكرا جزيلا الزميل العزيزة مريم ومن أهل الجزيرة نروح لأهل مدينة نصر وزملتنا رزان نصر تفضل يا رزان برحب بي كابتن أيمان برحب بكل ديوفك الكرام في الاستوديو التحليلي برحب كمان بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان نهاردة من مقر النادي الأهلي فارع مدينة نصر هنقل حضراتكم كل الأجواء طبعا المتعلقة بما قبل مباراة الأهلي والهلال السعودي في نهاي كأس العالم الأندية الحقيقة مباراة قوية جدا مباراة صعبة جدا مباراة ممتعة جدا النهاردة فيه توافد كبير جدا من الأعضاء يعني كل ساعة تقريبا فيه تزايد مستمر من الأعضاء كمان لأن النهاردة درجة الحرارة كمان يعني درجة جيدة جدا فده مخل الإقبال شديد جدا من الأعضاء طبعا كلهم مستنيين ومترقبين هذه المباراة مباراة يعني زي ما قلت هي مباراة قوية وممتعة خصوصا أنه يعني فريق الهلال السعودي يعني فريق شفنا الحقيقة ده مميز جدا من خلال المباراة الماضية ولكن طبعا كل تمانينة لنادي الأهلي بالفوز النهاردة في كأس العالم للأندي خلينا كابتن أيمان سريعا نفكر كمان أو نعرف مشاهدينا بيعني التشكيل المتوقع للنادي الأهلي علي لطفي طبعا في حراس المرمى محمد هاني ومحمد عبد المنعم ياسر إبراهيم وعلي معلول في الدفاع حمدي فتحي عمر السولية اليو ديانج في خط الوسط أحمد عبد القادر طهر محمد طهر ومحمد شريف في الهجوم طبعا بنتمنى كل التوفيق لنادي الأهلي النهاردة ويحققوا مركز ثالث بالبرونزية كأس العالم للأندية ودي تقريبا كانت كل الأجواء هنا من فرع مدينة ناصر بنادي الأهلي بشكرة جدا يا كابتن أيمن وعودة ليك مرة تانية للستوديو شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة رزان ومن أهلي مدينة ناصر نلوح لزميلتنا مننا المنسي وأهلي الشيخ زايد فضاليا من كابتن أيمن برحب بيك وبرحب طبعا بكل ديوفاك الكرام في الستوديو برحب بكل مشاهدي وتابعي شاشة كناة النادي الأهلي في كل مكان يعني زي ما حداك قلت أنا دلوقتي موجودة في الأهلي الشيخ زايد عشان نقل لكم آخر وأهم الاستعدادات قبل انطلاق مباراة اليوم بين النادي الأهلي بطل أفريقيا ونادي الهلال السعودي بطل أسيا على طبعا برونزية كاس العالم الأندية لمقامة دلوقتي في الإمارات يعني العدد فعلا بدأ بالتوافد العدد الكبير بدأ بالتوافد فعلا على وقار النادي الأهلي بالجزيرة بالقصدي عفوا بالشيخ زايد العداد كبيرة جدا جراشات النادي كمان مليانة بعربيات الأعضاء بشكل كبير جدا يعني يمكن النهاردة يمكن عشان يوم سبت يوم أجازة وكمان أجازة نص السنة موتش مهم جدا بين بين الأهلي والهلال السعودي ففيه إقبال شديد جدا من الأعضاء وبدأوا أنهم يزيدوا بالفعل دلوقتي وأنا بكلم حضرتك طبعا يعني مجهود كبير جدا مبزول من مدير النادي الأهلي هنا بفرع الشيخ زايد اللواء خالد عبد الرحمن وكمان اللواء يحيى أبازة مدير أمن النادي وكمان إدارة النادي كلها موجودة هنا إدارة الخدمات كله بيباشر على الاستعدادات الأخيرة قبل انطلاق المباراة ربي يعني نحتفل مع بعض إن شاء الله مع الأعضاء الكتار الموجودين دلوقتي في الشيخ زايد بيلفوز بيلبرونزية كاس العالم للأندية إن شاء الله طبعا النادي الهلال السعودي طبعا فريق كبير فيه محترفين كتيرة أول مرة أنه هو يبقى بيشارك في بطولة كاس العالم للأندية لكن طبعا فريق كبير قدر أنه هو زي ما شفنا أنه هو يخسر أمام نادي تشيلسي بهدف واحد بس كمان كان في بعض الأحاديث الجانبية بين أعضاء النادي شفتها من بدري طبعا كنت أتكلم معاهم عن تاريخ النادي الأهلي في هذه البطولة طبعا النادي الأهلي شارك في هذه البطولة من 2005 لكن خد المركز الأخير السادس والأخير بعدها في 2006 قدر النادي الأهلي في تاني مشاركة لي في البطولة إنه هو يحصل على البرونزية الأولى مع مستر مانو الجزي ساعتها بعدها البرونزية الثانية كانت العام الماضي مع مستر موسي ماني بنتمنى أكيد أنا وكل جمهور النادي الأهلي سواء أعضاء النادي أو حتى جمهور النادي الأهلي في كل مكان إن البرونزية النهاردة تبقى البرونزية الثالثة ونبقى بنحتفل مع النادي الأهلي مع كل أعضاء النادي سواء هنا أو في جمهور النادي الأهلي كله بالبرونزية الثالثة للنادي بشكركم جدا وطبعا عودة إليك وكلمة إليك مرة تانية في الستوديو كابتن أيمة تحضر شكرا جزيرا لزمات العزيزات مريم سميح ورزان نصر ومن المنيسي وشفنا تجهزات على أعلى مستوى في فروع النادي الأهلي المختلفة سواء أهل الجزيرة أو أهل مدينة نصر أو أهل الشيخ زايد وتحس من كلام زملاتنا العزيزات أن الأعضاء متشوقين جدا للميداليا البرونزية يعني الأعضاء ما هيئين نفسهم إن شاء الله إن النادي الأهلي هو الفائز بمبارات اليوم زي ما قلنا الفائز عربي وأنا تمناه إن شاء الله أهلويا معانا من ملعب المباراة زملنا طيب لسه مش جاهز طيب نرجع له مرة تانية طيب نطلع لفاصل وبعد كده نرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا مع نجومنا كبار أرجوكم انتظروا اشتركوا في القناة